السلام عليكم أعزائي الكرام مرحبا بكم مجددا في قناة دري حمال الشروحات دري تيكنو تترقنا في الموضوع السابق إلى تطبيقات شركة GV وكذلك تترقنا إلى موقع شركة GV الموقع الذي تقوم بتجميع به النقاط يعني بعد أن تقوم بتجميع النقاط داخل التطبيقات تقوم بتحويلهم من هذا الموقع تقوم بتحويلهم من هذا الموقع تقوم بالضغط على علامة الزائد بعدها exchange هكذا على سبيل المثال تقوم بالضغط على علامة الزائد بعدها مباشرة تقوم بالضغط على exchange حتى يتم تحويل النقاط إلى رصيد كما ترون كانت 62 وأصبحت 72 يعني هكذا تقوم بتحويل كل النقاط إلى دولارات بعدها تقوم بعملية السحب كما ترون 78 فهي تطبيقات بسيطة جدا كما قلنا سابقا أما هنا فنقوم بالضغط على max انظر هنا التطبيقات في الحلقة القادمة سوف نتطرق إلى التطبيق الجديد يعني هذا الموقع قمنا بشرحه سابقا وقلنا أن التطبيقات الجديدة دائما تظهر في هذا المكان إذن في هذه الحلقة سوف نقوم بإثبات السحب نقوم بالضغط على max سوف يتم إضافة كل النقاط هنا سوف يتم إضافة 19 سنت نقوم بالضغط على exchange تم تحويلها أصبحت 97 سنت إذن كيف نقوم بسحب هذه الدولارات كيف نقوم بسحبها أول شيء سوف نقوم بإثبات السحب كما قلنا نتوجه مباشرة إلى هذه الخانة هنا بعدها نقوم بالضغط على withdraw نقوم بالضغط على withdraw لدينا العديد من طرق السحب كما قلنا في الفيديو السابق أن هذه الشركة أضافت طريقتين جديدتين وهما الperfect money وadiv cash نحن لدينا حساب على الperfect money سوف نقوم بالسحب على الperfect money يعني نحن نريد تجربة السحب كما تقول هذه الشركة أن السحب تلقائي أو لحظي يعني عندما تقوم بطلب السحب سوف يصلك في نفس اللحظة إذن سوف نرى هل يصلنا السحب في نفس اللحظة أو لا ولكن المشكلة أن الحد الأدنى للسحب على الperfect money هو 1.02 دولار إذن في إحدى الحلقات القادمة سوف نرى هذا عن طريق الperfect money أما الآن سوف نرى السحب عن طريق الperfect money سوف نقوم بالسحب على الperfect money أي شخص ليس لديه حساب على الperfect money سوف أترك لك فيديو في الأسفل يريك كيف تقوم بطلب السحب على الperfect money إذن أول شيء سوف نقوم بجلب معرف محفظة الperfect money هنا نقوم بوضع معرف محفظة الper بعدها نقوم بكتابة هذه القيمة في هذه الخانة نتوجه مباشرة إلى الper ونقوم بجلب المعرف نقوم بالدخول إلى حسابنا على الper نقوم بتأكيد البصمة فقط هكذا كما ترون نقوم بتأكيد البصمة بعدها نتوجه إلى هذه الخانة هنا كما ترون هذه الخانة نقوم بالضغط عليها بعدها نقوم بالضغط على copy حتى نقوم بنسخ المعرف بعدها نعود مباشرة إلى الموقع نعود إلى الموقع نقوم بلسق هذا المعرف في هذه الخانة هنا نقوم بلسقه بعدها نقوم بكتابة هذه القيمة نقوم بكتابته في هذا المكان 0.97 0.97 سوف تصلنا تقريبا 0.95 يعني الضرائب بعدها نقوم بكل هذه العمليات اخترنا الباير قمنا بوضع معرف المحفظة قمنا بكتابة الرصيد بعدها نقوم بالضغط على ويزدراو حتى يتم السحب كما ترون يظهر لك هنا معرف محفظة الباير الخاص بك يريد منك التأكد بعدها نقوم بالضغط على ويزدراو نقوم بالضغط على ويزدراو كما ترون العملية تمت سوف يصلنا او تصلنا رسالة في نفس اللحظة تؤكد عملية السحب كما ترون الرسالة لم تصلنا على المحفظة على الباير لاننا قمنا بارسال اقل من واحد دولار يعني الرسالة تصلك في حالة قمت بارسال قيمة اكثر من واحد دولار نحن سوف نقوم بالدخول الى الباير نقوم بالدخول الى الباير ونتأكد بانفسنا كما ترون كانت لديها 68 نقوم بالضغط هنا بهذه القيمة هكذا نقوم بالضغط عليها كما ترون هنا نقوم بالضغط عليها وها هي القيمة وصلت كما ترون صفر فاصل ستة وتسعون من وهذا شيء جميل كما قلنا في الحلقة القادمة سوف نقوم بالدخول او نقوم بتحميل هذا التطبيق ونتعرف عليه بالنسبة للاشخاص الذين لم يقوموا بالتسجيل في هذه الشركة انصحكم بالدخول فيها وبداية الارباح صراحة اي شخص مبتدئ يمكنه الربح من هذه الشركة اتمنى ان تكونوا قد استفدتم او نلتقي في الموضوع القادم ان شاء الله السلام عليكم